موسيقى اهلا وسهلا بكم كيف انتم ان شاء الله تكونوا كمين بخير وعلى خير وانتم ان شاء الله كتشوفوا الفيديو هذا تكونوا في احسن احوالكم اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جيبتلكم واحد جوج المنتجات من دعاء كوزميتيك خاصة بالشعار بالنسبة لبنات اللي عندهم المشاكل في الشعر ديالهم سواء كان شعر ديالهم كيتساقط او لا عندهم الخوف في الشعر ديالهم او لا شعر ديالهم ما يبغيش تطوالوا وعندهم مزاوي유ة ديال المشاكل وما كيبغيش يعملوا الوصفات او لا يبغيش يعملوا الخلاطات ديال الزيوت irreوضة ومعندهمش الوقت فشيبلكم اليوم واحد جوج ديال المنتوجات هما السيروم والزيت من دعاء كوزميتيك كما كان عارفو كاملين دعاء كوزميتيك يعني شي حاجة غنية عن التعريف بزاب ديالناس كيشكروا هاد المنتوجات ديالا واحد نقطة نشر لها هي انو انا ما كان عمل لا اشهار لحت سحاجة هادو يعني شريتهم من مالي الخاص ما جوني لا يعني باش نعمل بيهم اشهار لحت سحاجة فهدي واحد تجربة ديالي وبغيت نشاركة معاكم يعني اصلا هادي واحد شهرين عاد انا يعني باش عملتهم وما بغيتش يعني كيما اخذيتهم نهضر عليهم حيث ضروري ما حتى نجرب الحاجة عاد نعرفها يعني كيفاش عاملة وعاد نشاركها معاكم فهدي واحد حاجة بغيت نوضح لكم ودبا ندوزو نهضر لكم على اول حاجة جربتوا اللي هي الزيت البنات الزيت ديال دعاء كوزميتيك اللي معدل غرم الاعشاب الطبيعية والريحة دياله الريحة ديال الاعشاب ممخلطة فيه حتى شي مادة كيميائية يعني زيت طبيعي مياه في المياه ونخذه من بواحد العناية يعني معدل بواحد الطريقة اللي متقونة بزاف والجودة دياله رائعة لبنات هاد زيت هذا شي حاجة اللي كتحط على الفروة ديال رصدير كتحس بانه هي كتتغدب بشي حاجة اللي طبيعية كلها اعشاب كنصحكم بيرا كيستحق صراحة تجريبة بالنسبة لبنات اللي كيفزدوا فلوسهم الزاف عند هند الاطباء دياله ديال الجلد من هادا هادا ولا يعني شعر دياله ما كيبغيش ينمو ولا عندهم مشكل في الفراغات اللي كتكون من القدم فهد زيت هذا غير يجربوه ان شاء الله اكيد اكيد غير يجرب معهم النتيجة فكيستحق التجريبة وخشوية ثمن دياله غالي يعني مهم يعني الصغير هادا اللي كتشوفو كيعمل بمية وخمسين ترهم وكي الكبير دياله كيعمل ميتين وخمسين ترهم فانتم ما غا تاخدوا اللي غا يوالمكم فاذا كنتوا بغيين البنات تعالجوا شعر ديالكم ولا تعالجوا الفروة ديال راس ديالكم سوا كان عندكم تساقط اولا عندكم فراغات في الجناب اولا في الفراغات في الراس شعر ديالكم ضعيف ما كي مكي مكي طوالش ما كي يعني مكي قواش عندكم يعني زغبة طويلة على اخرى ولا يعني عندكم مشاكل ديال الضحف في الشعر ديالكم فان شاء الله هادسيت هادا غا يفيدكم وخصكم غير يعني واحد الصبر نقود لكم في المدة ديال شهرين بحث انواح الفرق الناس اللي غاي شوفوا لكم الشعر من قبل وغاي شوفوا لكم من بعد غا يلاحظوا واحد الفرق اللي هو يعني فرق شاسع بين قبل وبعد فهدا استعملته اختي وفي نفس الوقت استعملته انا شي حاجة اللي غزالة بختي عنده يعني واحد شوية ديال فراغات ففادة بزف 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 ففرق كبير بين كيف كان عنده في اللول وكيف رجع له مؤخرا انا صراحة فدني انا ما عندي شي وخا ما عندي شي فراغات ولكن انا في فصل الخريب ديما عندي واحد تساقط لي كيكون رهيب البنات فهدا صراحة كيوقف تساقط وش هنقولكم يعني شي حاجة اللي غزالة بزف كنصحكم انكم جاربوه ان شاء الله غايعجبكم تاني حاجة غنهضر لكم على هات سيروم اللي استعملته احته هو مع معهد زيت هذا فحتهو عندنا اتائي جغزالة البنات بالنسبة البنات اللي اه يعني كيما كان عرفو كمين انه السيروم هو الحاجة اللي مهمة خصوصا بناتها كده اذا كنتو شعر ديالكم شاحة ملقاع وانا عندكم متكسر في في القاع ديال شعر ديالكم شعر ديالكم ضعيفة كالتهرس بقوت ليميش او البقوت يعني البلاك السيكادور هات شي هدا كامل كيرزي الشعره فحته انا بيدي يعني كنستعمل البلاك كنستعمل هات شي هدا كامل بحكم انه الواحد كيبغي جدد كل مرة كيبغي يشوف راسه بشكل فضروري ما يكون عنا حسيروم وهات سيروم هذا صراحة اللي جربتهم افضل افضل ما يكون البنات من الارواح سيرومات اللي جربتهم افضل كل مواد طبيعي يعني حدلوا على الشعر ديالكم اول على الضغبة ديالكم وانتو مهانين يعني متخافوا ليكم فيه لسه لكل احتى حاجة حد محدد بحاجات اللي هما طبيعيين بالنسبة الريحة ديالو الريحة اللي يمزيونة يعني ما ما شيف حزيت شوية زعق هو الريحة ديالو ريحة اللي مزيونة بالعكس يعني ريحة مستحبة يعني كتحس بالراسك الريحة فيهم زيونة وهذا ما كان البنات بالنسبة الى هذا السيروم هذا الثمن ديالو حتى هو مية وخمسين ترهام انا كنصحكم به فهو كيعالج شعره من الحرق اذا كان عندكم الحرق وهو صراحة اذا كان عندكم الحرق ضروري ما تقطعه عد تعالجوا الشعره ولكن هذا اذا كنتوا من النوع اللي كيعقز باش يقطع الشعر او لما كيبغيش يحيد من وحتردك سانتيم ولا جوز سانتيم فعملوا له على شعر ديالكم وابنطي غاطلاحظوا الفرق ان شاء الله اللام البريو كيعطي وح البريو من الشعر يعني وح اللمعان اللي كيكون بايين من امتداء مستعمال للوول كتلاحظوا واحد اللمعان في الشعر ديالكم ممكن لكم تستعملوا قبل مستجوار اولا من مورة استجوار اولا قبل اللي بلاك اولا من مورة اللي بلاك يعني بحال بحال وبالنسبة للبنات اللي استعمال دياد الزيت فقط توضعوا على الفروة ديال راس ديالكم مع واحد المساج اللي يكون خفيف واحد المساج اللي بشكل دائري هكذا على الفروة ديال راس ماسيوا شعركم مزيان مش تستفادوا يعني متك الزيت يدخل لكم ويصغر لغلي يعني في الفروة ديال راس ديالكم وحاولوا تلويوه بواحد طربج اللي هو بلاستيكي طربج ديال استحمام او لا اذا ما عندكم شي فتقدروا تعملوا غير سلوفان او لا اي حاجة اما هيما البنات خليواه المدد ثلاثين دقيقة ولا اكتر فهو ما غا يضر لكم شي شعر ديالكم انا كنخليه ثلاثين دقيقة يعني ساعات المكانة بعمرها لساعة ونص ديال المكانة والبنات اللي بغاوا يستعملواها غير خمسة شهر دقيقة يستعملواها يعني نص ساعة ولا خمسة شهر دقيقة فيقدروا يستعملواها غير لو كانز عما يضا طولتو فيكون حسن حيث غايكون يعني الفروة ديال راس تكون يعني شربتوه مزيان وقفنو في الوقت غا تستفادو منو وهذا ما كان البنات بنات اللي ده ما بغيتوش يتعدلوها في الشعر كامل فما تعدلوه شي باركة تعدلوها غير في الفروة ديال راس وبنات اللي بغوا يعدلوها في شعر كامل في عدلوها في شعر كامل كيبقى ديالشي اختياري المهم انو الفروة ديال راس ديالكم هي اللي مهمة والسيروم بطبيعة الحل غا تعدلوها في نص ديال الشعر ولا في بنات اللي عندهم شعر ديالو ما اقصر في عدلوها غير في لبوان ديال شعر ديال وذا باك نكون وساط الاخر ديال الفيديو شكرا مزاف على التتبع ديالكم وشكرا مزاف على التعليقات ديالكم زيونا نخليكم اطلقوا ان شاء الله شي فيديو اخر بنات اللي عندهم اي تساؤل فيكتبوا لي كنجاوبهم بكل فرح شكرا بزاف وانطلقوا ان شاء الله شي فيديو اخر السلام عليكم اشتركوا في القناة